سبايدر راد سبايدر راد انا هو الاسبايدر راد شو عم بتجرب تقليدني بتعمل غنية لقلك؟ لا كلنا هلا عم بعمل بحثات عن سبايدر مان ومع الابراسة الغنية اوه هالغنية اللي مع الابراسك محبت غنديتي يعني؟ واو غنيتك كتير حلوة شو بعمل بزقفلك؟ ايه؟ زقفلي بزراد ايجو لا اطوني انا وعم بعمل كله عم نوجه مين اكتر شخصية موسقو فيها اللي عملوها لحد ما نجحت نجاح مبهر سبايدر مان ايه مظبوط يا جماعة؟ سبايدر مان مكرفي الا ستانلي عم بشارع انه راح ينجح وكل شركة مارفل البقية عم بتقله حبوب شو بدك تعمل؟ سوبر هيرو عن عنكبوت؟ ما كل العالم تكره العنكبوتش وانتي مجنون؟ شو رايك تعمل حلقة عن الاسراصير وتخرب لنا بيتنا فرد مرة؟ بس ستانلي تنح وكمل ومش بمشروعه وكلنا منعرف وين صار اليوم سبايدر مان بين اهم الشخصيات الخيالية بتاريخ البشرية وفلومته لحاله صارت عاملة لشركة مارفل فوق الخمسة مليار دولار بس سبايدر مان مش بس فلومة سبايدر مان بلش بالكوميك بوكس تقل للكارتونز للمسلسلات نعمل فلومة وميمز وحاليا نعم نشوفه عم بيسيطر على عالم الالعاب وبين اهم الانطلاقات على البلاي ستيشن 5 ورح ينطلق مع البلاي ستيشن 5 لانه سوني عارفين قدير راح يقدر يبعلن هالمكان فاليوم كنت مقرر كرم هالشخصية واعمل حلقة كاملة عنا ونقطع بكل مراحلها بالتاريخ ونشوف وين بلشت ونعملها كيف تطورت لنحضر حالنا للشهر الجاية مع صدور لعبة سبايدر مان مايلز موراليس بس انا عم بعمل بحثاتي تبهت لتفصيل خليني افهم ليش سبايدر مان هالقدة شخصية ناشحة واكتشفت انه سبايدر مان الحقيقه مانو بيتر باركر مانو مايلز موراليس او حياله شخصية كتبي سبايدر مان الحقيقه هو فعلا ستانلي وحتى ستانلي شخصيا لم يكن عارف هالموضوع العالم كله لم يكن عارف هالموضوع والعالم كله سيعرف هالموضوع اليوم هلا بجمالي معكم درات واليوم سوف نحكي عن سبايدر مان مثل كل قصه قصتنا بتبلش مع شخص واحد هو الشخص اسمه ستانلي مارتن ليب اسم كلنا بنعرف اول شقف منه اليوم بس بداياته كانت تعيس كتير وتربه بين نيويورك بمنهاتن اسوأ مدينة بامريكا ومليانة عالم شريرة وجرايا كان يحلم يكون في بطل يخلصوا من الارف اللي عايشين فيه هو وعيلته كانوا عايشين ببيت صغير اهله يناموا عالصوفا وهو وخيه يناموا عالتاخر وبيو كان يشتغل كمصمم بدلات وكان يشوفوا لبيو عم يعمل بدلات للعالم كل واحد يعمل له بدلة لائم شخصيته بس تانلي كان ولد طموح يحب الكتاب كتير كان يحبه لدرجة على عمر 13 سنه كان عم بفوت ستانلي ربح لها الجايزة على ثلاثة أسابيع على التوالك اليوم لحد ما الجريدة شخصيا بعتت له رسالة تطلب منه انه مبقى يقدم ليعطي حدا غيره فرصة بالربح وبهالرسالة كتابول وجملي غيرت له حياته منصحك تفكر تبليش تكتب بطريقة احترافية وتبيع لانه مستويك مش طبيعي وستانلي لقى قدرته الخارقة بعالم مليان ألف وقدرة رح تخلص عالم كتير غيره من الواقع البشع اللي عايشين فيه وبدأ يوسع خياله أكثر وأكثر وعلى عمر 18 عمه روبي سوليمن تبر له وظيفة بقلب تايملي كوميكس جزء صغير من مجلة بالب مختصة بصناعة شقفة الكوميكس من هالجديد هلأ كلنا منعرف انه ستانلي بطل فأكيد يعطوه وظيفة انه يكتب ما هيك؟ نوب! وظفوه بانه يعبيلهم الحبر بالمحابر الكتاب والرسمين ويمحر صاص من الرسمين وظيفة كتير بتليق بمستوى الإبداع لهالزلم ولكن ستانلي ما كان ولد مغنج ويعرف الفرصة عندما يشوفها وعرف انه حتى لو بده يبلش عم بكنس وعم بمسح عند هالجماعة مع الوقت راح يقدر يبهرهم بس بوقتها ستانلي ما كان همه يعمل كوميك بوكس كان بده يكتب The Great American Novel وشو هي The Great American Novel؟ The Great American Novel هو أسطورة أمريكانية والرح يكتبها رح يتخلت بالتاريخ وهو كتاب عن معينات الشخص الأمريكيين العادي فبس اجته الفرصة انه يساعد واحد من الكتاب على الكوميك بوك تابعه قرر يستعمل اسم مستعار ليخبي اسمه الحقيقه لما العالم تهدته فيها ولكن يجي الوقت ليكتب The Great American Novel فبدل ما يمضي الكوميك بوك الساعد فيه بستانلي مارتن ليبر قرر يستعمل اسم مستعار ستان ليه وأول بطل خارق بالعالم وأخيراً يصبح عنده اسمه المستعار لكن ستان ليه لم يبدأ بالأبطال الخارقين لأنه كان ولده أنينة وهمه يبرز حاله على الصعيد أعلى كثير من انه يعمل الكوميك بوك الزبالة وكانوا الكوميك بوك الزبالة فكان معه حق لكن هالكوميك بوك كان شقفة من جريدة والجريدة عم تموت قليلاً قليلاً وبوقتها كان لديهم فرصة انه يعملوا حيالا شي لا ينجحوا تقرروا يركزوا على الكوميك ويصدروا اخر ناس خلال العالم ويضبوا غراضاً ويفلوا فاجه الكاتب الرئيسي عند ستان لي من بعد ما كان ستان لي عامل The Hulk و Fantastic Four وقال له بدي فكرة لبطل خارق جديد يخلصنا من الإفلاس لمس تان لي قعد وفكر وهو عم بفكر شيف دبانه مع الأعلى الحيط وهو عارف انه اول شي بدك ايه بس تخلق بطل خارق جديد هو انه تعطي قوته الخارق فقرر يعمل بطل خارق بيعلق على الحيطان وبيقدر يمشي على الحيطان ويتسلق على الحيطان وبدأ يفكر فلايمان موسكيتو مان ما كان في شي عم بفتله نظره لحد ما طلع باسم سبايدر مان وحس انه هيدا اسم دراماتيك كثير ولسبب هو ما بيعرف ليش قرر يعمله زلمة عنده مشاكل مدية كثير وحب يعمله ولد مش رجال كبير و بس راح عرض الفكرة على صاحب الجريدة قال له صاحب الجريدة انه هيدا اسوأ فكرة سامع فيها بحياتي ورفضها بس بما انه هيدا كانت اخر نسخة عم بيعملوها ستان لي قدر زبط الوضع وراح عند زميله ستيف ديتكو وبلشوا يرسموه لسبايدر مان ويصمموه حب تصميمه كثير لدرجة انه حطوه على الصورة الرئيسية تبع الكوميك بوك واطلقوه وبعد شهر وصلوا عرقام المبيع وركض لعنده صاحب الشركة عم بيقله تتذكّلها الشخصيه اللي حبينيها كثير هيكسرت الارض بنا نعمله سلسلة لحاله بس الجريدة مكتت عم تنجح كثير ورجعت ماتت من بعدها وبقي بس الكوميك بوك سكشن وستان لي ترقّى وترقّى فيها وتحولت هالكوميك بوك سكشن من تايملي كوميكس مع ستان لي واجهة الشركة للعالم بس در راضي لنا ستان لي هو سبايدرمان وبعد ما عرفنا ليش ستعرفوا ليش من بعد ما اشكر الباتريونز تبعي بكل الطبقات الجولد الدايمون البلاك والبلاتينوم وكمان دير بلات جديد شكرا كبير لنا معتاز الخفاجي على اشتراكك بدير بلاتينوم عم تساعدني كثير بقوقاتي كثير صعبة علينا كلنا فشكرا كثير على كلمك و ستتصل فيك قريبا لأشكرك شخصيا والدرع راح اصدر لك بقرب وقت ممكن لنفهم ليش ستان لي هو سبايدرمان بدنا نشوف قصة سبايدرمان سبايدرمان كان ولد صغير عايش بمنطقة فقيرة مليانة عالم شريرة وجرائم وعنده زكا خيري وكان مستلم الجريدة بمدرسته كان هو المصور لها الجريدة وياخد صور بياخده العقل اعلى من مستوى حيلا ولدتان من عمره ومن ورسطرته بالتصوير كان هو المستلم التصوير باحد الرحلات بالمدرسة تبعه وهونيكي عن كبوت صغير عقصه ليخليه يصير عنده قدرة خرقه واول ما صار معه القدرة الخرقه ما فكر يساعد غيره من خلاله فكر انه يستفيد منه لمكسبه الشخصي ويعمل تريخ لحاله وكان قناني فقرر انه يعمل زي تنكري لحاله ليخبي حقيقته من هو وعطى حاله اسم مستعار وراح يصارع ليطلع مصاري زياده وبذات الوقت قرر يشتغل عن جريدة اكبر ويكسب مصاري بانه يعطيهم صور لسبايدرمان يعني استعمل قدرته الخرقه بانانية ومن بعدها عمل اكبر ضرب قناني بحياته لما قرر انه يخلي زلمي يسرق ويهرب ومن بعد ما هالزلمي سرق وهرب تواجه مع عمه انكل بن وقتله وتعلم سبايدرمان انه قدرته الخرقه لازم يستعمله ليفيد العالم وهالشي بقارنو بتضرب القناني اللي عمله ستانلي لما قرر يعمل عكس اللي يجب يعمله وحرر شخصيته اللي بحبه بجريدة عم تموت وهالشي سبب بموتها الجريدة كليا وانتلاقت حياته الشخصية وبهالتفاصيل البسيطين فينا نشوف كل البراللز اللي اخذهم من حياته الشخصية من شطارة سبايدرمان بالجرايد من شطارة سبايدرمان بتصميم الازياء طبعه من زكية الخرق لسبايدرمان ومن ورا انه هالزك الخرق عطيه فرصة كبيرة خيرت له حياته بس درات سبايدرمان تخلى عن اني نيتو وقته متعمه انكل بن مش هو ربح كل شي وستانلي من بعد نجاح سبايدرمان عرف انه العالم متكلي عليه بقلب هالشركة احسن ما تموت كليا فاضطر يتخلى عن اني نيتو ويتخلى عن حلمه بانه يكتب The Great ليكمل يكتب لنا قصص ابطال خرقه تساعدنا بعوقاتنا الصعبة وتساعد هالشركة ما تموت كليا يمكن استانلي ما عنده قدره يعربش على الحيطان او يتحنزق من البنايات بس فعلا كان بطل خاري بوقت ما العالم كان عايزه وفرجينا عالم جديد نستكشفه من خلال الفلومة الكتب والالعاب وشو احسن تحية لهالانسان الرائع الا بانه نلاحظ انه ما تركنا وبعده معنا على شكل شخصياته الكتار واكبر تحية له هو انه نشوف قصته الشخصية من خلال شخصياته وابرزهم سبايدرمان وسبايدرمان عنده تاريخه الخاص المليان بالطلعات والنازلات فاكتبوا لي بالكومنتز اذا بهمكن نخطص بها الشخصية اكتر نمشي معه بالمشوار اللي اخده من الكتب للمسلسلات للفلومة والالعاب لنفهم كلنا سوى اكتر شو اسباب نسخاته المختلفة شو ابرز اللحظات اللي خلتها الشخصية الخرقه تصل للقم بعالم الخيال وتسيطر على مخيلتنا كلنا لستين سنة ولمية سنة لقدان حاليا انا عم بعمل بث مباشر على rawa.tv.rad لنشوف سوى 300 الف سبسكرايبر عم بيطلعوا لايف على الشانل فتاعوا سهروا معنا واحتفلوا معنا الرابط بالدسكريبشن والكومنتز النار لكن لا تحاولوا معنا